اشتركوا في القناة وذلك من اجل حفاظ على تلافسية اللاعبين وكان لعب الرجاء قد استأنفوا تدريباتهم يوم الاربعاء وذلك بعد استفادتهم من ثلاث ايام راحة عقب مباراتهم اما بشاباب سوالم برسم جولة تاسعة من البطولة الاحترافية والتي انتهت بالتعادل السيل بالصفر لمثله ويحتل الرجاء الرياضي صدرت البطولة الاحترافية انو برسيد 17 نقطة مناسبة مع الجيش الملكي ونهضة بركان من اربع انتصارات وخمسة عدولات اذا موعد مباراة الرجاء دي اكلبك اصفي مساء السبت في مدينة الجديدة ومن المرتقب ان شاء الله نقل مباراة الرجاء دي اصفي على قناة الرياضية المغربية ان شاء الله قبل ان تذهب اخي المشاهد اخت المشاهدة صلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة